لنفترض وجود ثلاثة مصوفات المصوفة A والمصوفة B والمصوفة C ولنفترض أن المصوفة B و C كلاهما مصوفتي M في N وأن المصوفة A هي مصوفة K في M وما أريد فعله هو التحقق من تطبيق الخاصية التوزيعية على ضرب المصوفات إذن لنقوم باختبار ذلك يوجد المقدار المصوفة A مضربة في المصوفة B مضافا إليها المصوفة C وللتوضيح أكثر يمكن كتابة المصوفة B على أنها مجموعة من متجهات العمود أي أن المصوفة B تحتوي المتجة B1 والمتجة B2 وصولا إلى المتجة BN ويمكن كتابة المصوفة C على أنها مجموعة من متجهات العمود وكذلك المصوف A لكن لا أحتاج لكتابتها الآن إذن تحتوي المصوف C المتجه C1 والمتجه C2 وصولا إلى المتجه Cn ربما كان يجب رسم الأقواس بشكل أطول فهذه عبارة عن متجهات عمود وأعتقد أنك شاهدت ذلك مرات عديدة ما هو ناتج المصوف A مضرب في المصوف B مضافا إليها المصوف C حسنا لنقم بإيجاد ناتج جمع المصوف B والمصوف C إذن المقدار بأكمله يساوي المصوف A مضرب في المصوف B مضافا إليها المصوف C وعند جمع المصوف B والمصوف C فناتج الجمع بناء على تعريف الجمع هو جمع الأعمدة المتناظرة لكلا المصوفتين وهذا يؤدي إلى جمع القيم المتناظرة في كلا المصوفتين إذن العمود الأول في مصوفة الجمع هو ناتج جمع المتجه B1 والمتجه C1 والعمود الثاني هو ناتج جمع المتجه B2 والمتجه C2 وصولا إلى العمود N وهو ناتج جمع المتجه BN والمتجه CN وبالاستناد إلى تعريف ضرب المصوفات ناتج الضرب يساوي المصوفة الناتجة عن ضرب المصوفة A في كل من متجهات العمود لهذه المصوفة الناتجة عن جمع المصوفة B والمصوفة C وهي مصوفات M في N وفي الحقيقة يجب أن تمتلك كلاهما نفس الأبعاد ليكون ناتج الضرب محدد إذن مصوفة الجمع هي مصوفة M في N وقلت مسبقا أن المصوفة A هي مصوفة K في M ونعلم أن ضرب المصوفات محدد لأن عدد أعمدة المصوفة A يساوي عدد صفوف المصوفة الناتجة عن جمع المصوفة B والمصوفة C إذن ضرب المصوفات محدد سأقوم بتغيير لون الكتابة المصوفة الناتجة عن طرب تحتوي القيم في العمود الأول المصوفة A مضربة في المتجه بواحد مضافا إلى المتجه C واحد وفي العمود الثاني المصوفة A مضربة في متجه العمود الثاني وهو المتجه باثنين مضافا إليه المتجه C اثنين وصولا إلى العمود الذي يحتوي القيمة المصوفة A مضربة في المتجة BN مضافا إلى المتجة CN هذا هو تعريف ضرب المصوفات وذلك بضرب المصوفة الأولى في كل من متجهة العمود للمصوفة الثانية ونستطيع قول ذلك لأننا قمنا مسبقا بتعريف ناتج ضرب المصوفة في متجة سأستمر في تغيير لون الكتابة ماذا يساوي هذا المقدار الموجود على الجهة اليمين؟ نعلم أنه يمكن تطبيق خاصية التوزيع على ناتج ضرب مصوفة في متجة لا أتذكر متى قمت بعمل ذلك الفيديو لكننا افترضنا ذلك لفترة من الزمن لا يحتاج هذا الأمر إلى إثبات يمكن إعادة كتابة الأعمدة بالشكل التالي يمكن إعادة كتابة العمود الأول كالتالي المصوفة A مضربة في متجه العمود B1 مضافا إليها المصوفة A مضربة في متجه العمود C1 ونقوم بتطبيق الشيء ذاته على العمود الثاني ويساويه المصوفة A مضربة في متجه العمود B2 مضافا إليها المصوفة A مضربة في متجه العمود C2 وصولا إلى العمود N الذي يساوي المصوفة A مضربة في متجه العمود BN مضافا إليها المصوفة A مضربة في متجه العمود CN بهذا الشكل نستطيع الآن كتابة هذه المصوفة باللون الأصفر على أنها ناتج جمع مصوفتين مختلفتين ماذا يساوي هذه المقدار؟ سأكتبها هنا تحتوي المصوفة القيام التالية في العمود الأول المصوفة A مضربة في متجه بواحد وفي العمود الثاني المصوفة A مضربة في متجه باثنين وصولا إلى المصوفة A مضربة في متجه بين في العمود الثالث هذه القيام في المصوفة الجديدة هي ذاتها القيام التي أضع تحتها خط في المصوفة السابقة ثم نقوم بإضافة تلك المصوفة إلى المصوفة ذات القيم التالية في العمود الأول المصوفة A مضربة في المتجاة C1 وفي العمود الثاني المصوفة A مضربة في المتجاة C2 وصولا إلى المصوفة A مضربة في المتجاة Cn ومن الواضح أنه عند جامع هاتين المصوفتين يتم إضافة متجاة العمود المتناظرة للحصول على تلك المصوفة الموجودة في الأعلى لكن ماذا يساوي ذلك؟ حسب التعريف هذه المصوفة باللون البنفسجي هي نتج ضرب المصوفة A في المصوفة B وينص تعريف ضرب المصوفات على أنه يتم ضرب المصوفة الأولى في متجاة العمود للمصوفة الثانية واستنادا إلى نفس الفراظية أعتقد أنك تستطيع القول أن هذا يكافئ المصوفة A مضربة في المصوفة C وكل ذلك يساوي المصوفة A مضربة في المصوفة B مضافا إليها المصوفة C نستطيع الجزم الآن أنه عندما يكون ناتج الضرب محدد ويكون حاصل الجمع محدد أي توجد الأبعاد الصحيحة للمصوفات فإن المصوفة A مضربة في المصوفة B مضافا إليها المصوفة C تساوي المصوفة A مضربة في المصوفة B مضافا إليها المصوفة A مضربة في المصوفة C إذن تنطبق الخاصية التوزيعية على ضرب المصفوفات وعلى الأقل في هذه الحالة وأقول ذلك لأن الخاصية التبادلية لا تنطبق على ضرب المصفوفات لذلك لا نعلم إذا ما كان المقدار المصفوف بي مضافا إليها المصفوف سي مضربة في المصفوف اي مساويا لذلك المقدار في الأعلى إذن لا نعلم بعد إذا ما كانت الخاصية التوزيعية تنطبق على ضرب المصفوفات إذا قمنا بعكس ترتيب المقادير إذن لنحاول التحقق من ذلك وسأقوم بذلك بشكل أسرع فأنا أعتقد أنك تدرك ما نقوم به هنا لنقوم بإيجاد ناتج المصفوف بي مضافا إليها المصفوف سي مضربة في المصفوف اي وسأكتب المصفوف اي على هيئة متجهات عمود أي تحتوي المصفوف اي المتجة اي واحد والمتجة اي اثنين وأذكر أن عدد عمدة المصفوفة هو ام وهذا صحيح إذن وصولا إلى المتجة اي ام أي المتجة اي واحد والمتجة اي اثنين وصولا إلى المتجة اي ام نتيج جمع المصفوف بي والمصفوف سي عبارة عن مصفوفة أليس كذلك؟ إذن نستطيع التعبير عنه بأنه ناتج جمع مصوفتين بينما الناتج مصوفة إذن ناتج الضرب المطلوب هو المصوفة B مضافا إليها المصوفة C مضربة في كل من متجهة العمود للمصوفة A ويساوي ذلك المصوفة التي تحتوي القيام في العمود الأول المصوفة B مضافا إليها المصوفة C مضربة في المتجهة A1 وفي العمود الأول المصوفة B مضافا إليها المصوفة C مضربة في المتجهة A2 وصولا إلى العمود N المصوفة B مضافا إليها المصوفة C مضربة في المتجهة AN مرة أخرى قمت بتوضيح أن الخاصية التوزيعية تنطبق على ناتج ضرب مصوفة في المتجهة في مقطع فيديو سابق حسب ما أعتقل وبالتالي يمكن توزيع هذا المتجهة على هاتين المصوفتين وإذا لم أكن قد قمت ببرهان ذلك فبرهانها بسيط جدا يمكن القول أن هذا يساوي مصوفة تحتوي القيام التالية في المعادلة الأولى المصوفة B مضربة في المتجهة A1 مضافا إليها المصوفة C مضربة في المتجهة A1 في العمود الثاني المصوفة B مضروبة في المتجة A2 مضافا إليها المصوفة C مضروبة في المتجة A2 وصولا إلى العمود المصوفة B مضروبة في المتجة AN مضافا إليها المصوفة C مضروبة في المتجة AN ماذا تساوي هذه المصوفة؟ سأقوم بكتابة ذلك المصوفة الناتجة تساوي المصوفة التي تحتوي القيم المصوفة B مضروبة في المتجة A1 والمصوفة B مضروبة في المتجة A2 وصولا إلى المصوفة B مضروبة في المتجة A2 مضافا إليها المصوفة ذات القيم المصوفة C مضروبة في المتجة A1 والمصوفة C مضروبة في المتجة A2 والمصوفة C مضروبة في المتجة A2 أليس كذلك؟ تمثل المصوفة الثانية هذه القيام بينما تمثل المصوفة الأولى القيام الأولى في كل من متجهات العمود وحسب تعريف ضرب المصوفات هذه المصوفة مكافئة للمصوفة B مضربة في المصوفة A وهذا مكافئ للمصوفة C مضربة في المصوفة A شاهدنا أن الخاصية التوزيعية تنطبق على ناتج ضرب مصوفة في متجة بتاريقتين لأن المصوفة B مضافا إليها المصوفة C مضربة في المصوفة A تساوي المصوفة B مضربة في المصوفة A مضافا إليها المصوفة C مضربة في المصوفة A وأن المصوفة A مضربة في المصوفة B مضافا إليها المصوفة C تساوي المصوفة A مضربة في المصوفة B مضافا إليها المصوفة A مضربة في المصوفة C ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن هذين المقدارين الذي أشير إليهما غير متكافئين لقد أثبتنا أن هذا المقدار يساوي المصوفة B مضروبة في المصوفة A وهذا مكافأ للمصوفة C مضروبة في المصوفة A إذن تنطبق الخاصية التوزيعية بكل الطريقتين لكن في حال ضرب المصوفات من المهم جدا الحفاظ على الترتيب إذن يصبح المقدار المصوفة B مضروبة في المصوفة A بهذا الشكل وهذا مكافأ للمصوفة C مضروبة في المصوفة A ولا تستطيع القول أن ذلك مكافئا للمقدار المصوفة A مضروبة في المصوفة B مضافا إليها المصوفة A مضروبة في المصوفة C لا تستطيع تبديل المصوفات في هذه الحالة لأننا قلنا أن الخاصية التبادلية لا تنطبق على ضرب المصوفات مرات عديدة فلا تستطيع تبديل ترتيب هذه المصوفات لكننا قمنا في هذا الفيديو على الأقل بإثبات أن خاصية التوزيع تعمل بكلا الطريقتين